المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا وانا مش عايز اقول كلام كتير اكيد انتم متابعين كل شيء واحنا بنبزل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود ومنحاول نصل الى وقف الاقتتال وايضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي احنا بنكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا الكل مهتم واحنا حرصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع انا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها هدية بيتردد كلام كتير ويبقى فيه شائعات وفيه مغردين فانا حبيت بس اكيد لكم ان احنا مستكتين وبنتحرك مع اشقائنا قادة الدول العربية وايضا مع اصدقائنا وحلفائنا من اجل ايجاد حل لهذا الموضوع مش عايزين زي ممكن ما ما تقال يعني العاطفة طبعا طبعا نحن متعاطفين لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو باقلنا عشان نصل إلى يعني إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير تعرجوا فريقا اشتركوا في القناة سرا ہے اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندما هعود الجنب هعود جا 믿جا شكرا